الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلنا مرحبا بكم أيها الطلب الأعزاء الأحبة هذا هو أول تسجيل فيديو نرفعه إليكم استكمالا لمسيرتنا التعليمية حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا الوباء والابتلاءات إنه ولي ذلك والقادر عليه وأول درس نبدأ به في هذا اليوم هو سورة الواقعة الجزء الثالث نستمع إلى الآيات ثم نقف مع تفسيرها وننظر في مضمونها إن شاء الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات المباركة نستنتج أن هذه الآيات تحدثنا عن ثلاثة مواضيع وثلاثة محاور رئيسية يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن منزلة القرآن الكريم ثم عن احتضار الإنسان وأنه عاجز عن دفع الموت عن نفسه ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن مصير الناس يوم القيامة وأقسامهم كما تم بيان ذلك في المقطع الأول أو في الجزء الأول من سورة الواقعة يقول الحق سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم هذه الله كأنها للفت انتباه المشركين فربنا سبحانه وتعالى يقسم بمواقع النجوم أي بمنازل هذه النجوم ومداراتها قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا القسم عظيم قلنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء فكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ولكن نحن المخلقون ليس لنا إلا أن نقسم به سبحانه وتعالى وربنا إذا أقسم بشيء قلنا أنه يقسم بشيء عظيم بماذا أقسم الله؟ أقسم بمواقع النجوم على إيش أقسم؟ قال إنه لقرآن كريم أي أن هذا القرآن له شرف ومنزلة عالية رفيع قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون القرآن الكريم قبل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان كتبه الله في اللوح المحفوظ وهذا اللوح المحفوظ موجود عند ربنا سبحانه وتعالى كتب الله فيه مقادير كل شيء من يوم أن خلق آدم عليه السلام أو من قبل حتى من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة ما من شيء كان أو يكون أو سيكون إلى يوم القيامة إلا وكتبه الله في هذا اللوح المحفوظ ومن جملة ما كتبه الله في هذا اللوح هذا القرآن العظيم فنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا نزله جبريل نزل في ليلة واحدة مرة واحدة إلى سماء الدنيا ثم من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم نزل مقسما أو منجما على مدى ثلاث وعشرين سنة حسب الأحداث التي كانت تقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الأحداث آيات مناسبة لهذه الأحداث قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في لوح محفوظ في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون هذا اللوح لا يقربه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ربنا سبحانه الذي نزل القرآن هذا نزله عن طريق جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب الكفار فقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي أفبهذا القرآن أنتم مكذبون تكذبون بهذا الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم ربنا يريد أن يقيم عليهم الحجة إذا كنتم أنتم صادقين فيما تقولون أن هذا كذب فهيا نرى خلق الله عز وجل وعلى ماذا ربنا قادر وهل أنتم تستطيعون أن تدفعوا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيعه عليكم يعني إذا ربنا بدي نزل عليك ابتلاء أو أمر هل تستطيع أن تمنعه عن نفسك قال فلولا إذا بلغت الحلقوم بدأ ربنا سبحانه في هذه الآية يحدثنا عن احتضار الإنسان وعن لحظة مفارقته هذه الدنيا وإقباله على الآخرة من لحظة خروج الروح فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح تبدأ تخرج من القدمين ثم إلى أن تصل الرأس فتصعد إلى الله عز وجل ربنا يقول سبحانه إذا بلغت هذه الروح بدأت تخرج بلشت تطلع ووصلت الحلقوم وهو مكان الحلق وأنتم حينئذ تنظرون الميت قد يكون أمامك يكون قدامك ولكن أنت تنظر إليه ما بتعرف شو اللي بصير لهذا الميت في هذه اللحظة وفي الحقيقة تكون الملائكة تنزع في روحه والميت عايش حياة أخرى واللي حواليه لا يعلمون ماذا يحدث له يعني كأنه نائم أو كأنه يعني سارح لا يحرفون إيش اللي بحدث في هذه اللحظة له قال وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الملائكة أقرب عليه منكم تنزع في روحه الآن فلولا إن كنتم غير مدينين يعني إذا كنت عن جد غير محاسبين بتقولنا ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبكم ترجعونها إن كنتم صادقين فارجعوا هذه الروح نحن نقول أن الآن ربنا سبحانه وتعالى الله هو الذي أمر الملائكة بنزع وسحب هذه الروح فإذا كنتم صادقين ونحن كذبين فامنعوا هذه اللحظة هل يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه الموت؟ أبدا قال فأما إن كان من المقربين هنا بدأ ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أقسام الناس يوم القيامة وما جزاؤهم ذكرين في المقطع الأول ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أقسام وثلاث أصناف من الناس قلنا السابقون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وهنا ربنا يؤكد على هذا التقسيم فقال إذا كان هذا الميت فأما إن كان من المقربين أي من السابقين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان أي سرور وراحة سيكون في سرور وراحة حين خروج روحه لحظة خروج الروح يكون آمن مطمئن مبسوط ويوم القيامة يكون كذلك في سرور وراحة وفي قبره يكون في سرور وراحة فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين إذا كان في أقل درجة من هؤلاء السابقين الذين تسابقوا للإسلام والإيمان إذا كان من أصحاب اليمين الذين منع الله عنهم العذاب كان عندهم معاصي ولكن ربنا لا يريد أن يعذبهم قال فسلام لك من أصحاب اليمين فكذلك سيكونون في أمان وهم أصحاب اليمين في الجنة وإن كانت في منزل أقل من منزلة المقربين والسابقين وأما إن كان من المكذبين هذا الصنف الثالث إذن الصنف الأول المقربين وهم السابقون الصنف الثاني أصحاب اليمين والصنف الثالث هم المكذبون أصحاب الشمال قال وأما إن كان من المكذبين الضالين التائهين البعيدين عن طريق الحق فنزل من حميم أي سيوصلهم الله سبحانه وتعالى إلى نار جهنم ويكون مكانهم شديد الحرارة في نار جهنم فنزل من حميم وتصلية جحيم سيدخلون نارا محرقة إن هذا له حق اليقين إذا كان هذا كله حق وتبين كذبكم أيها المشركون وتبين عجزكم أيها الكافرون بل أيها الإنسان المكذب فسبح باسم ربك العظيم إذا اتضح لك الحق فواجب عليك أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتنزهه وتسبحه وتعبده سبحانه وتعالى هذه هي المحاور إذن الثلاثة الرئيسية والمواضيع المهمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء من سورة الواقعة نكتفي بهذا القدر إلى لقاء آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته